بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل معكم اليوم منهاج الصف السادس الدرس السابع والعشرون بعنوان فضل الصدقة والعفو والتلاضع حرص النبي صلى الله عليه وسلم دوما من خلال أحاديثه الشريفة بتوجيه الصحابة إلى أمور نافعة تعود عليهم بين الخير والبركة بأن ترتفع مكانتهم في الآخرة وتزيد المودة والمحبة ما بينهم وما بين المجتمع المسلم وإليكم هذا الحديث النبوي الشريف الذي يحقق هذه الغاية عن أبي هرين رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله معنى عزة القوة والمكانة رفعه الله بمعنى أعلى قدره رأى الحديث النبوي الشريف هو أبو هريرة كما أسلفنا في التعريف عنه في دروس سابقة فهو عبد الرحمن بن صقر أدوسي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة الحافظ فكان من أكثر الصحابة حفظا للأحاديث النبوية الشريفة ولقب بأبو هريرة لاهتمامه بالقطة والهرارة وتوفي في سنة 57 للهجرة في المدينة المنورة ودفنة في البقية يبين الحديث النبوي الشريف فضل ثلاثة أعمال وثلاثة أخلاق العمل والخلق الأول الصدقة والثاني العفو والثالث التواضع وإليكم بيان كل واحدا منهم ومن هذه الأعمال التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة فقد قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث النبوية الشريف بأن من يستشعر بإخوانه المسلمين حاجتهم ويقوم على استقصاء هذه الحاجات ومعرفة هذه الحاجات ومساعدتهم بأن الله سبحانه وتعالى لا ينقص من مال المتصدق شيء لأن الله سبحانه وتعالى يبارك له في رزقه ويفتح لهذا المتصدق أبواب الرزق قد لا تكون أصلا في باله وله في الآخرة الثواب العظيم ويجزي الله سبحانه وتعالى خير الجزاء ولنا في ذلك قدوة الصحاب الكرام حيث كانوا في حياتهم يتصابقون في الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى وإطعام الفقراء والمساكين ولأهل العلم فبناء المعاهد والمدارس والجامعات أيضا هي باب من أبواب الصدقة فللصدقة أشكال عدة ممكن أن تكون من خلال بناء هذه المستشفيات من باب المحافظة صحة الآخرين الملاكز الصحية من خلال إطعام الفقراء وتوفير احتياجاتهم الأساسية من طعام من ملبس ومن مسكن سبحانه وتعالى يبارك لهذا المتصدق ويفتح للمتصدق أبواب الرزق ويدخل له الثواب العظيم يوم القيامة ويجازيه خير الجزاء أتلو أتدبر الآية الكريمة قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وأبين أجر من يتصدق بماله في سبيل الله تعالى يضاعف الله تعالى للمتصدق أجره على صدقة بكل سنبلة سبعة سنابل بمعنى يضاعف لكل صدقة تصدق بها بسبع حسنات والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء لمن أقلص في هذه الصدقة ولمن تقدم واستشعر حاجة أخيه بأن يكون مخلصا في صدقة وليس رياء أمام الآخر ومن الأعمال الأخرى التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف العفو فالعفو هو من الأخلاق الإسلامية التي يحبه الله سبحانه وتعالى ورسوله لقوله تعالى وليعفو وليصفح فمعنى العفو هو أن أتجاوز عن أخطاء الآخرين وأصفح عنهم وأن لا أقابل الإساءة بالإساءة مع قدرة يعني أن أرد هذه الإساءة بما هي مثلها أو بأسوأ منها فتجاوزي وأن أصفح عن الآخرين عندما يقوموا بتوجيه إساءة إلي بأن أصفح أن أصفح عنهم وأن أعفو عنهم هو العفو وقد رتب الله سبحانه وتعالى لمن يعفو بأن يزداد مكانة وشرفا ما بين الناس وينال بها رحمة الله سبحانه وتعالى والمغفرة لأنه تبع ما يحب الله سبحانه وتعالى ورسوله وبالتالي يكسب محبة الناس لأنه قام على أن يتجاوز عن أخطائهم والصفح عنهم وما قابل إساءتهم بالإساءة ومثال على ذلك فيما رأيك كيف أتصرف إذا مزق أخي الصغير إحدى قصصي علي أن أرشد أخي الصغير إلى الصواب وأبين له تصرفه خاطئ وأتجاوز عن خطأ وأصفح فلا أقوم على توبيخه ولا أقوم على ضربه بل أتجاوز عن خطأه مع بيان خطأه وأصفح عنه وأرشده إلى الصواب ومن هذه الأعمال أيضا التواضع التواضع هو عبارة عن خلق إسلامي يعني أن يبتعد المسلم عن التكبر وعلى الغرور وعلى التعالي على الآخرين وعن احتقال الآخرين فجميعنا نعلم بأن لا فضل لعربينا على أعجمين إلا بالتقوى فجميعنا عند الله سبحانه وتعالى سواسية ونتفاضل في أعمالنا الحسنة فلا يجب على أحد مننا أن يتعالى على الآخر ويتكبر على الآخر بنسب عائلته أو بماله بكثرة ماله أو بمهنته فالله سبحانه وتعالى أعطى لكل إنسان ما يتناسب مع وضعه فلا يجوز لنا أن نتكبر على الآخرين بهذه النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا بل أن نشكو الله سبحانه وتعالى على هذه النعم وذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى يرفع من مكانة هذا المتواضع في الدنيا وفي الآخرة كل حسب مكانته فإن كان الطالب أحبه زملاءه فإن كان هذا الطالب لا يتعالى ولا يتكبر على الآخرين باستحصيله الدراسي أو بخطه الجميل أو بدفتريه المرتب أحبه زملاءه الذين حوله وإن كان معلما أقبل الناس على علمه واحترموا واستوعبوا منه هذا العلم الذي يلقيه عليهم وإن كان قائدا أحبه من تولى قيادتهم وأطاعوا واستجابوا لهذه الأوامر إذن نستفيد من هذا الحديث النبوي الشريف بأنه يجب علينا أن نقوم على استشعار حاجات الآخرين والصدق وذلك على حسب قدراتنا وأن نقوم بالعفو عمن أساء إلينا وعدم مقابلة هذه الإساءة بإساءة مثلها أو بأسوأ منها وأن نقوم على التواضع على حسب مكانتنا وعلى حسب موقعنا في هذه الحياة ما رأيك بما أنصح دميل الذي يتعالى على جملائه بنوع ثيابه وما يمتلكه من أجهزة حديثة في بيته أنصح بعدم التكبر وأذكره بأصله بأنه من تراب وأن ميزان التفاضل بيننا هو التقوى وأعمالنا الصالحة ومن الأمور المستفادة في هذا الحديث النبوي الشريف أتصدق بمالي في وجوه الخير على حسب قدرتي أقتضي بالنبي صلى الله عليه وسلم فأسامح من أساء إلي خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تسامح وعفى عن أهل مكة عندما دخل مكة وقد قال جلمته الشهيرة في هذا الوقت لكل من أذاه وأفحابه ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال لهم أقول لكم كما قال أخي يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء فقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين الذين أذوهم عندما دخل إلى مكة فاتحا ثلاث أبتعد عن التكبر أصل بخط بين الكلمات في العمود الأول ومعناها في العمود الثاني فيما يأتي عزة بمعنى قوة وشرفة تواضع لم يتكبر رفعه الله أعلى قدرة السؤال الثاني أكمل العبارات الآتية بما هو مناسب العفو خلق يجعلني أتجاوز عن أخطاء الناس مع قدرتي على الإساءة المسلم المتواضع لا يستعلي على الناس بنسبه وكثرة ماله أو شرف مهنته أكتب في الجدول الآت أثرا إيجابيا لكل خلق يعود على الفرد والمجتمع الصدق على الفرد يبارك الله له في ماله على المجتمع عدم حقد الفقراء على الأغنية العفو الفرد يزيده مكانة وشرفة بين الناس وعلى المجتمع يكسب محبة الناس التواضع على الفرد يرفع قدره في الدنيا والآخرة والمجتمع المساواة ما بين الناس وأخيرا عليك أن تعلم عزيز الطالب بأن الحديث النبوي الشريف هو حفظ غيبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته